اشتركوا في القناة المستشفى الميدان العسكري الطب الجراحي بواوزغت في إقليم أزلال يواصل تقديم خدماته المتعددة للساكن المتضررة من قساوة الطبيعة مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط تسجل تساقطات فلجية فقط الأربعين سنتمترا في بعض المناطق والأرصاد الجوية الوطنية تتوقع استمرار التقسي البارد المؤتمر رفيع المستوى لمبادرة الحزام الأزرق حول الصيد البحر تبحث بأجاجير قضايا التنمية المستدامة والحفاظ على الثروة السمكية أهلا بكم مساء أمس استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بالقصر الملكي بالرباط الولاة والعمال الجدد الذين عينهم جلالته بالإدارتين الترابية والمركزية واليوم ترأس بالرباط وزير الداخلية عبدالوافي الفتيت والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية نوردين بطيب مرسم تنصيب محمد يعقوبي الذي عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس وليا على جهة الرباط صلى القنيطرة وعاملا على عمالة الرباط وذكر السيد الوزير بالأدوار الاستراتيجية الهمة التي تحضى بها وزارة الداخلية كفاعل أساسي في تنزيل مختلف الأوراش والإصلاحات بحكم تواجدها الترابية وبفعل ما خولها الدستور والقوانين من اختصاصات واسعة وبالمسؤولية الملقاة عن المصالح الترابية للوزارة والتي يزيد من حجمها مستوى انتظارات المواطنين التي تفرض استحضار الحكام الجيدة والسعي لتحقيق الصالح العام بكل التزامات ومسؤولية وبالدالبيد ترأس كذلك وزير الداخلية مرسم تنصيب سعيد حمد دوش الذي عينه صاحب الجلال واليا على جهة الدار البيضاء عامل على عمالة الدار البيضاء مناسبة أكد خلالها السيد الفتيت الحرص على تمكين ولاة الجهات من الإمكانات القانونية والتنظيمية الكفيلة بإنجاح دورهم كمحرك الرئيس لمختلف المصارات التنموية مؤكدا على التحديات لكسب الجهوية المتقدمة والتي ما زالت قائمة ويحتاج تحقيقها إلى مجهودات كبيرة وانخيرات قوي من طرف كل الفاعلين وفي مقدمتهم المصالح الترابية لوزارة الداخلية ونتابع نبدا عن الولاة والعمال الجدد الذين عينهم صاحب الجلال الملك محمد السادس نصره الله بالإدارتين الترابية والمركزية السيد محمد يعقوبي عينه جلالة الملك واليا على جهة الرباط سل القنيترة وعاملا على عمالة الرباط من موالد سنة تسعة وستين تسعمائة وألف ببركان حاصل على ديبلوم مهندس الدولة في الهندسة المدنية من المدرسة الحسنية للأشغال العمومية المسار المهنيد السيد محمد يعقوبي بدأه في وزارة التجهيز سنة اثنين وتسعين تسعمائة وألف حيث شغل مهام مدير بمجموعة من الموانئ والمراكز الجهوية للاستثمار عام 2005 عينه جلالة الملك عاملا على عمالة المدق الفنيدق ثم واليا لولاية تطوان عاملا على إقليم تطوان عام 2014 عين جلالة الملك سيد محمد يعقوبي واليا على جهة تنجة تطوان وعاملا على عمالة تنجة أصيلة ثم واليا لجهة تنجة تطوان الحسيمة وعاملا على عمالة تنجة أصيلة عام 2015 بعد دخول التقسيم الإداري الجديد للمملكة حيز التنفيذ سابع فبراير هذه السنة جلالة الملك يعين السيد محمد يعقوبي واليا على جهة الرباط سل القنيترة عاملا على عمالة الرباط السيد سعيد أحمد دوش الذي عينه جلالة الملك واليا على جهة الدار البيضاء سطات وعاملا على عمالة الدار البيضاء من موالد سنة 59 تسعمائة وألف بالنظور مهندس خريج مدرسة المعادن بباريس بدأ السيد سعيد أحمد دوش مساره المهني سنة 85 تسعمائة وألف كمهندس بشركة لسامير قبل أن يتولى عدة مهام بشركات للتأمين في مارس 2005 عين السيد سعيد أحمد دوش رئيسا لمجلس إدارة برصة الدار البيضاء ثم مديرا عاما للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وبتاريخ سابع فبراير 2019 عينت جلالة الملك السيد سعيد أحمد دوش واليا على جهة الدار البيضاء سطات عاملا على عمالة الدار البيضاء السيد محمد مهدية عينه جلالة الملك واليا على جهة طنجة طوان الحسيمة عاملا على عمالة طنجة أصيلة من موالد سنة 54 تسعمائة وألف بسيدي قاسم حاصل على ديبلوم مهندس الدولة من المدرسة الوطنية العليا للمعادن لدوة بفرنسا وديبلوم المعهد العالي للإسمنت المسلح بمارسيليا بدأ السيد مهدية مساره الإداري بوزارة التجهيز حيث تولى عدة مسؤوليات قبل أن يعينه جلالة الملك عام 2002 عاملا على عمالة سخرة تمارة ثم واليا لجهة تازل حسيمة تونات وعاملا على إقليم الحسيمة عام 2007 فواليا لجهة مراكش تنسيف تلحوز عاملا على عمالة مراكش سنة 2010 عام 2012 جلالة الملك يعين سيد محمد مهدية واليا للجهة الشرقية عاملا على عمالة وجد أنجاد وعلى إثر دخول التقسيم الإداري الجديد للمملكة حيث التنفيذ جددت جلالة الملك ثقته السامية في السيد مهدية حيث عينه واليا لجهة الشرق عاملا على عمالة وجد أنجاد ثم واليا لجهة الرباط سنة القنيترة عاملا على عمالة الرباط ابتداء من يونيو 2017 فواليا على جهة طنجة تطوان الحسيمة عاملا على عمالة طنجة أصيلة بتاريخ سابع فبراير من هذه السنة السيد عبسلام بيكرات الذي عينه جلالة الملك واليا لجهة العيون السقي الحمراء وعاملا على إقليم العيون من مواليد سنة 57 تسعمائة وألف بتيفلت بإقليم الخميسات حاصل على الدكتوراه في القانون العام وخريج المهد الملكي للإدارة الترابية التحق السيد بيكرات بالوظيفة العمومية سنة 83 تسعمائة وألف حيث تولى عدة مهام قبل أن يعينه جلالة الملك عاملا على إقليم الصويرة ثم عاملا على إقليم ورززات فعاملا على عمالة السلة سنة 2014 جلالة الملك يعين السيد بيكرات واليا على جهة مراكش تنسيف تلحوز عاملا على عمالات مراكش أسندت إلى سيد بيكرات مهام الإشراف على خلية التتبع بالإدارة المركزية لوزارة الداخلية ثم كلف بقطب اللوجستيك والأمن باللجنة المشرفة على تنظيم قمة المناخ كوب 28 قبل أن يعين واليا ملحقا بالإدارة المركزية عام 2017 سنة 2018 عين جلالة الملك السيد عمسلان بيكرات واليا على جهة بن ملال خنفرة عاملا على إقليم بن ملال ثم واليا على جهة العيون السقي الحمراء عاملا على إقليم العيون ابتداء من 7 فبراير هذه السنة السيد يحضيه بوشعب الذي عينه جلالة الملك واليا لجهة درعة تفيلات عاملا على إقليم الراشدية من موالد سنة 55 تسعمائة وألف بيكولميم بدأ مصاره المهني سنة 84 تسعمائة وألف كقائد بالإدارة المركزية لوزارة الداخلية سنة 2003 عين سيد يحضيه بوشعب مستشارا بوزارة الشؤون الخارجية بسفارة المغرب بلندن ثم سفيرا بمملكة النرويج وجمهوريتين فنلندا وإسلندا سنة 2006 فسفيرا فوق العادة لدى مملكة السويد وجمهورية لتوانيا عام 2014 عينت جلالة الملك السيد بوشعب واليا على جهة العيون بوشدور السقي الحمراء وعاملا على إقليم العيون ثم واليا على جهة العيون السقي الحمراء وعاملا على إقليم العيون سنة 2015 بعد دخول التقسيم الإداري الجديد للمملكة حيث التنفيذ فواليا على جهة درعة تفيلات عاملا على إقليم الراشدية ابتداء من 7 فبراير 2019 السيد خطيب الهبيل عينه جلالة الملك واليا لجهة بني ملال خنفرة وعاملا على اقليم بني ملال من موالد سنة 58 تسعمائة والف بوجدة السيد خطيب الهبيل الحاصل على ديبلوم مهندس الدولة في الهندسة المدنية بدأ مساره المهنية سنة 83 تسعمائة والف شغل السيد الهبيل منصب مدير المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء الجنوب ليشغل بعد ذلك منصب مدير الشركة الجهوية العمران مراكش والعمران تمسورت عام 2009 عام 2010 جلالة الملك يعين السيد خطيب الهبيل عاملا على اقليم النواصر ثم عاملا على اقليم سطات فواليا على جهة بني ملال خنفرة وعاملا على اقليم بني ملال ابتداء من 7 فبراير هذه السنة السيد عبد الحق حمداوي الذي عينه جلالة الملك عاملا على اقليم بولمان من موالد سنة 66 تسعمائة والف بخنفرة خريج المدرسة الوطنية للإدارة والمحهد الملكي للإدارة الترابية حاصل على ديبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون تقلد سيد حمداوي عدة مهام بدءا من سنة 94 تسعمائة والف لتتم ترقيته عام 2012 إلى منصب كاتب عام لاقليم الخميسات ثم اقليم قلعة سراغنة إلى أن عينه جلالة الملك عاملا على اقليم صفر عام 2016 سنة 2018 تم تكليف السيد عبد الحق حمداوي بمهام عامل اقليم بولمان بن يابا قبل أن يعينه جلالة الملك عاملا على اقليم هذه السنة السيد المصطفى النوحي عينه جلالة الملك عاملا على اقليم ميدلت من موالد سنة 62 تسعمائة والف بأبي الجعد وهو خريج المدرسة المحمدية للمهندسين بدأ سيد النوحي مساره المهني سنة 86 تسعمائة والف كمهندس بالمكتب الوطني للماء الصالح للشرب وبه تقلد عدة مهام عام 2016 جلالة الملك يعين السيد النوحي عاملا على اقليم العرائش ليتم تكليفه سنة 2018 بمهام عامل اقليمي ذلت بالنيابة إلى حين تعينه في السابع من فبراير هذه السنة عاملا على الاقليم سيد حسن زيتوني الذي عينه جلالة الملك عاملا على اقليم تنغير من موالد سنة 64 تسعمائة والف بالرباط حاصل على المصر في القانون العام وخريج المحض الملكي للإدارة الترابية بدءا من سنة 93 تسعمائة والف تقلد السيد زيتوني عدة مهام إلى أن رقي إلى منصب كاتب عام لعمالة فاس عام 2011 فبراير 2016 عين جلالة الملك السيد حسن زيتوني عاملا على اقليم النواصر ليكلف بعد ذلك عام 2018 بمهام عامل اقليم تنغير بن ديابة وهي المهام التي ظل يشغلها إلى حين تعينه في السابع من فبراير هذه السنة عاملا على اقليم تنغير السيد إبراهيم أبو زيد الذي عينه جلالة الملك عاملا على اقليم سطات من موالد اقليم تزنيت عام 67 تسعمائة والف حاصل على الدكتوراه في الصيدلة من سنة 2003 وحتى 2009 زاول السيد أبو زيد مهام عضو بمجلس المستشارين عام 2009 جلالة الملك يعين السيد إبراهيم أبو زيد عاملا على اقليم السزق ثم عاملا على اقليم سيد قاسم سنة 2014 وبتاريخ سبع فبراير 2019 حظي السيد إبراهيم أبو زيد مجددا بالثقة المولوية ليعين عاملا على اقليم سطات السيد علي سالم الشقاف الذي عينه جلالة الملك عاملا على اقليم مديونة من موالد سنة سبعين تسعمائة والف بطنطان حاصل على ديبلوم الماستر في إدارة الأعمال من كندا وماستر من مدرسة البولي تيكنيك بلوزان إضافة إلى مهندس الدولة في المياه الجوفية من المدرسة الوطنية للصناعة المعدنية بالرباط عام 2014 جلالة الملك يعين السيد علي سالم الشقاف عاملا على عمالات المحمدية لتتجدد فيه الثقة المولوية السامية في السابع من فبراير هذه السنة تاريخ تعيينه عاملا على اقليم مديونة السيد عمر تويمي الذي عينه جلالة الملك عاملا على عمالة سلا ازداد بتاريخ الرابع عشر من شتنبر 1970 بالعرائش حاصل على الدكتوراه في القانون العام وخريج المعاد الملكي للإدارة الترابية وقد عين بتاريخ 27 مايه 2010 كاتبا عاما لعمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفا لينتقل بنفس الصفة إلى عمالة سخيرات مارا في الخامس والعشرين من فبراير 2015 وقد حظي السيد عمر تويمي بثقة السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حيث عينه عاملا على اقليم الحوز بتاريخ السادس من فبراير 2016 وبتاريخ سابع فبراير 2019 حظي السيد عمر تويمي مجددا بثقة جلالة الملك فعينه عاملا على عمالة سلا السيد هشام المدغري العلوي الذي عينه جلالة الملك عاملا على عمالة المحمدية ولد في الثاني والعشرين من شتنبر 1975 بفاس السيد المدغر العلوي حاصل على مصر الهندسة في مجال الاستشارة من مدرسة البولي التكنيك بباريز وعلى ديبلوم الهندسة في مجال استغلال وسائل الاتصال من المدرسة العليا للاتصالات بالرباط بدأ سيد هشام المدغر العلوي مساره المهني سنة 2002 كمهندس بشركة اتصالات المغرب وبتاريخ فاتح مارس 2011 عين السيد هشام المدغر العلوي مديرا للمركز الجهوي للاستثمار بجهة الغرب شرادة بن حسن الى ان عينه صاحب الجلالة الملك محمد نسادس عاملا على اقليم مديونة وفي السابع من فبراير 2019 عينه جرلة الملك عاملا على عمالة المحمدية السيدة خليجة بن شويخ التي عينها جرلة الملك عاملا على عمالة مقاطعات الحي الحسني ازدادت بأسفي بتاريخ 23 من اكتوبر 56 تسعمائة والف السيدة خليجة بن شويخ حاصلة على الاجازة في البيولوجيا والجيولوجيا من كلية العلوم بالرباط سنة 1978 حيث تقلدت العديد من المناصب في مجال التربية والتكوين من بينها مديرة الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالدار البيضاء الكبرى منذ سنة 2009 وهو المنصب الذي ظلت تشغله الى ان حظيت بتاريخ 29 من يناير 2015 بالثقة الملكية فعينها جرلة الملك عاملا على عمالة مقاطعات بن مسيك بتاريخ 7 فبراير 2019 حظيت السيدة خليجة بن شويخ مجددا بثقة جرلة الملك الذي عينها عاملا على عمالة مقاطعات الحي الحسني ولد السيد عمر تويمي بن جلون الذي عينه جرلة الملك عاملا على إقليم السفرو في الرابع والعشرين من غش 1967 بالرباط حاصل على مصر المتخصص في التهيئة العمومية بالمعادل العالي للتجارة وإدارة المقاولات وخريج المدرسة الوطنية للإدارة بالرباط والمعادل الملكي للإدارة التربية في أكتوبر 2013 تقلد سيد عمر تويمي بن جلون منصب كاتب عام لعملة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي قبل أن ينتقل بنفس الصفة إلى عملة أجادير إدو تنان ابتداء من الثاني والعشرين من يونيو 2018 وقد حظي السيد تويمي بن جلون بثقة الكريمة لصاحب الجلال الملك محمد السادس فعينه جلالته عاملا على إقليم السفرو بتاريخ 7 فبراير 2019 ولد السيد عبدالله شاطر الذي عينه جلالته الملك عاملا على إقليم وصر في فاتح يونيو 1972 بالدار البيضاء حاصر على الإجازة في العلوم الاقتصادية وخريج السلك العالي للتدبير بالمعادل العالي للتجارة وإدارة المقاولات عين السيد شاطر سنة 2002 في منصب رئيس لقطاع دعم المستثمر بالمركز الجهوي للاستثمار للدار البيضاء وهو المركز الذي شغل به مهام مدير بن يابا ابتداء من سنة 2014 وفي أبريل 2015 عين السيد عبدالله شاطر مدير للمركز الجهوي للاستثمار لجهة الدار البيضاء وهي المهام التي ظل يشغلها إلى أنحظية بالثقة السامية لصاحب الجلالة فعينه عاملا على إقليم النواصر بتاريخ 7 فبراير السيد بوعصم العالمين الذي عينه جلالة الملك عاملا على إقليم العرائش ازداد بتاريخ 27 ماي 69 تسعمائة وألف بالناظور والسيد العالمين مهندس دولة خريج المدرسة الوطنية للصناعة المعدنية بالرباط سنة 93 تسعمائة وألف سنة 2006 عين السيد بوعصم العالمين مديرا للاستغلال بميناء العيون وهي نفس المهام التي مارسها بميناء الناظور ابتداء من سنة 2012 ثم بميناء المحمدية ابتداء من سنة 2016 وبالتاريخ 7 فبراير 2019 تفضل جلالة الملك بتعين السيد بوعصم العالمين عاملا على إقليم العرائش ولد السيد الحبيب نادير الذي عينه جلالة الملك عاملا على إقليم السيد قصم بتاريخ 15 من يوليوز 65 تسعمائة وألف بخريبقى السيد نادير مهندس حاصل على الدكتوراه من المعاد الوطني البولي تيكنيك بجرونوبل سنة 94 تسعمائة وألف وعلى المتريز في جيني كونساي من مدرسة البولي تيكنيك بباريس سنة 2003 وقد تولى السيد الحبيب نادير منذ سنة 2014 مهام الكاتب العام الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة وبتاريخ 7 فبراير 2019 تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس بتعينه عاملا على إقليم سيد قصم ولد السيد رشيد بن شيخي الذي عينه جلالة الملك عاملا على إقليم الحوز في السابع عشر من غش 67 تسعمائة وألف بوجدة وحاصل على ديبلوم مهندس دولة من المدرسة الحسنية للأشغال العمومية وقد عين السيد رشيد بن شيخي مديرا عاما للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء لوجدة سنة 2009 وهي المهام التي ظل يزاولها إلى أن تم تعينه في تتنبر 2014 مديرا عاما للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء لمراكش وبتاريخ 7 فبراير 2019 تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس بتعينه عاملا على إقليم الحوز ولد السيد محمد نشطي الذي عينه جلالة الملك عاملا لعملت مقاطعات بن مسيك بتاريخ 20 مارس 1963 بمراكش وهو حاصل على الإجازة في القانون الخاص وخارج المعهد الملكي للإدارة الترابية في سنة 2013 عوين السيد محمد نشطي كاتبا عاما لإقليم برشيد وهي المهام التي يزاولها بإقليم غلمين منذ 22 من يونيو 2018 وبتاريخ 7 فبراير 2019 تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس بتعينه عاملا على عملة مقاطعات بن مسيك ولد السيد حسن مزيرما الذي عينه جلالة الملك عاملا ملحقا بالإدارة المركزية لوزارة الداخلية سنة 1970 وهو مهندس دولة خريج المدرسة الحسنية للأشغال العمومية بالدار البيضاء تقلد سيد حسن مزيرما العديد من المناصف في مجال الموانئ وفي سنة 2016 التحق سيد حسن مزيرما بشركة بريستيجيا مجموعة الضحى بصفته مديرا مركزيا تقنيا وبتاريخ ثابع فبراير 2019 تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس بتعينه عاملا ملحقا بالإدارة المركزية لوزارة الداخلية بالرباط أعرب اليوم فتح بشاغة وزير الداخلية الليبي عن تطلع بلاده لتعزيز التعاون مع المغرب والاستفادة من الخبرة المغربية في مختلف المجالات لسيما فيما يخص دعم الأمن والاستقرار وتيسير ظروف الاستثمار وكان ذلك خلال مباحثات أجراها مع رئيس الحكومة سعد الدين العثماني أمين السلماني وعبد الرحيم في لول المغرب سيظل يساند ليبيا حتى تنعم بالاستقرار ويستمر بالموازات في البحث عن أنجع الطرق لتقوية علاقات التعاون معها لتشمل جميع المجالات ليبيا عند دور كبير في المنطقة المغاربية وبالتالي فنحن نحرس على تطوير العلاقات الثنائية ليس فقط على المستوى السياسي ولكن أيضا على المستوى الأمني على المستوى الاقتصادي على المستوى الثقافي على المستوى الاجتماعي والشعبي وزير الداخلية الليبي وخلال لقائه برئيس الحكومة أشاد مجددا بالدعم المغربي المتواصل لتسوية الأزمة الليبية مشددا على أهمية الملف الأمن بالنسبة لبلاده لأن الأمن والمعادلة الأمنية هي مهمة جدا جدا لتحقيق الاستقرار وكذلك الانطلاق نحو عملية سياسية تكون ناجحة الاتفاق والوفاق السياسي دائما هو الأهم وللتذكير فإن المغيبة هو من احتضر مفاوضات استخيرات التي جمعت فرقاء الأزمة الليبية وتمخض عنها اتفاق اعتبره وزير الداخلية الليبي بمثابة أرضية مثالية لتسوية الأزمة شكل تعزيز العلاقات الثنائية محور مباحثات أجرها بالرباط وزير الشؤون الخارجية وتعاون الدولية نصر بوريتا مع نظيره الليبيري مباحثة وزير الشؤون الخارجية وتعاون الدولي مع نظيره الليبيري تميزت بمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبول دعم مجالة التعاون مع التأكيد على مواصلة الحوار فيما يخص التنمية بالقارة الإفريقية ناقشنا العلاقات تنائية بين الليبيريا والمغرب وكد عمل لجنة المشتركة والتي تقوم بعمل رائع كما أن التواصل بيننا مستمر لتدارس العديد من القضايا وتنفيذ ما اتفقنا عليه خلال المرحلات القادمة اللقاء شكل مناسبة للتشاور حول الأوضاع التي تعرفها الساحة الدولية والدور الذي يقوم به المغرب لتقدم وازدهار القارة الإفريقية من خلال القيام بمشاريع اقتصادية واجتماعية منذ انطلاقه في 27 نوامبر 2018 بواو الزغط بإقليم الزلال يواصل المستشفى الميداني العسكر الطب الجراحي تقديم خدماته المتعددة للساكنة المتضررة من قساوة الطبيعة مستشفى أقيم بتعليمات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية واستقبل أزيد من 37500 مريض ومريضة استفادوا من حوالي 50 ألف خدمة طبية موزعة على مختلف التخصصات عبد المجيد حلاوي وعمر جليدي بالجبال حيث برودة الطقس تنتصب الخيام خيام المستشفى الميداني العسكري الجراحي بواو الزغط إقليم أزلال كعادتها قواتنا المسلحة الملكية وتنفيذا لتعليمات الملكية السامية تقدم خدماتها الطبية الجليلة إلى ساكنة المنطقة الكل هنا معبأ كي تكون الخدمات المقدمة في مستويات عالية من الجودة بدءا بالاستقبال إلى الفحص والعلاج جاء وعطونا الدواء ودوزونا وصدر لنا استقبال مزيان الله يجزيون بخير وكنشكرهم وعاش أسيدنا أنا جيت هنا باش ندوز لولدي والله لم هلين فينا الدواء والناس الله يجزيون بخير والله يبرك في عمر سيدنا وتمحنوا معنا مساكن فج بلاده والحمد لله ما زال بقي إقبال كبير على المستشفى وما زال كنشوفوا حالات بكترة كيتوافدون وكنحاولوا نديروا ما أمكان المستطع دينا تم تقديم خدمات جراحية وخدمات طب الأطفال والعيون والحلق والأنف والحنجرة والأسنان إضافة إلى طب النساء والتوليد تورد علينا حالات متعددة تتعلق بصحة الفم والأسنان نقوم بتشخيص مجموعة من الحالات على رأسها أمراد لتا تسوس الأسنان واطنقية الجذور المتافنة وإلى حدود الأسبوع الثالث من شهر فبراير تمكننا من استقبال أكثر من 37 ألف وخمسمائة مريض ومريضة استفادوا من مجموعه أكثر من 50 ألف خدمة طبية مزاعلة تخصصات مختلفة المستشفى العسكري الميداني الجراحي بواوي زغت قدم أزيد من 40 ألف وصفة طبية بالمجان وأنجز أزيد من 400 عملية جراحية وقدم 50 ألف خدمة طبية منذ افتتاحه في السابع والعشرين من نوامبر من العام الماضي منطقة تمليل التابعة لجمع تسنيب إقليم الحوز ذات الشهر العالمية كوجهة سياحية بامتياز شهدت أمس تساقط كميات هم من الثلوج أدفت سحرا وجمالا على الطبيعة الخلابة التي تميز هذه المنطقة روبرتاج زينة أيتلامين أمين علام ومعتصم بالله البوعساوي وشاح أبيض ارتدته الطبيعة انطلاقا من جماعة أسني في اتجاه قرية إمليل على إثر التساقطات الثلجية التي شهدتها المنطقة الليلة الماضية اللون الأبيض أطفى على هذه المنطقة الجبلية جمالية والساكنة استبشرت بهذه التساقطات لمالها من منافع عديدة كل شيء كل شيء من ناحية الفلاحية من ناحية السياحية إلا ما كينش تلجو ما كينش ترى ما كينوالو لأننا نحن في منطقة جبلية بعد أول حاجة لأننا واحد شوية فلاحة الاكتفاء الذاتي فقط والبليبار دي الناس أننا أخدمني مع السياحة بالأخص منطقة إمليل أخدمني مع السياحة فرحاني الحمد لله كنا من المنطقة وكتوفر المياه حين المياه في الصيف كتكون ناقصة لما كانتش تلجو والحمد لله على كل حال الناس كاملين يفرحانين بلاد الخير إمليل منطقة سياحية بامتياز مركز الانطلاق العشاق المشي وتسلق الجبال الراغبين في الوصول لقمة التبقل الوافدون من الأجانب لم يخفوا إعجابهم بسحر الطبيعة الذي زادته الثلوج روعة وجمالا في بلدي يتساقط الثلج لكن هنا مختلف خفيف وساحر على الجبال أمس كنا في أوريكا كانت تجربة رائعة ذهبنا إلى السوق اليوم من تسلق الجبال بإمليل لم أتوقع رؤية الثلج الجو رائع في كندا البرد قارس والثلج كثيف أحببت كثيرا هذا البلد كل شيء جميل تساقطات تلجية ستساهم بدون شك في الرفع من الموارد المائية وإنعاش النشاط الفلاحي والسياحي الذي يعتبر النشاط الرئيسي لعيش ساكنة المنطقة وبالأمس كذلك تساقطت الأمطار والثلوج بكميات هم على إقليم أزلال مما خلف ارتياح لدى الساكنة ولدى الفلاحين الذين انتعشت آمالهم بموسم فلاحي جيد ياسر عمراني وعمر جليدي السابعة ونصف مساء بأزلال أتلوج غطت شوارع المدينة فأكسبتها حلة بيضاء تساقطات ثلجية استقبلها المواطنون بعد طول انتظار الثلوج كانت في الموعد من جديد صباح أزلال كليلها الأبيض غط الشوارع والأزيقة ثلوج وإلى جانب جماليتها لها انعكاسات إيجابية على القطاع الفلاحي والفرشة المائية الظروف المناخية لم تشكل عائقا أمام حركة السير وذلك بفضل الإجراءات المتخدة بقيت متسخير أكثر من 30 آلية للتدخل لفتح هذه الطرق في الوقت المناسب حيث أنه كان بدأوا التدخل كانوا بضعوا برنامج كانوا بدأوا التدخل بفتح الطرق الرئيسية ومن بعد كانوا ندخلوا لكي نفتحوا المسائل القاروية إقلي مؤزلال مساحة إجمالية تقدر بـ 9800 كم مربع 60% من هذه المساحة عبارة عن مناطق جبلية تعودت على استقبال الثلوج كل فصل الشتاء على ارتفاع يقدر بـ 1700 متر والأطلس المتوسط خلال هذه الفترة قبل لعشاق السياحة الجبلية بفضل ما تشهده من تساقطات فلجية مهمة بين أن السياق في طرقاته تتطلب أخذ الكثير من الاحتياطات والتحلي بالمسؤولية النموذج نسوقه من إقليم ميدلت في روبرتاج عبد الحميد جبران وأحمد الفضيلي إقليم ميدلت يشهد خلال فصل الشتاء تساقطات ثلجية مهمة تؤثر على حركة السير على طرقاته خصوصا هنا بمنطقة حجيرت حيث يوجد واحد من أخطر المنحدرات بالأطلس المتوسط بمنعرجاته الكثيرة وضع يحتم توخي الحيطة والحضر أول حاجة بدك تشوف الحالة ديال الجو كيفاش ديره والطريق وحاجة أخرى كتتدير ريفيزيون على حساب الشاحنة ديالك بنوات أنهم يكونوا من فوقين مزيان الأضواء خدامين مزيان صوي قلاصات الشوفاج ديالك الماكلة الحوائج كل بسم زيان وعلى الرغم من المجهودات التي تبدلها مصالح التجهيز والنقل على مستوى التشوير الطرحي وإزاحة الثلوج عن المحاور الطرحية فمسؤولية السائقين تبقى بالغة الأهمية مع الظروف الطبيعية والمناخية الصعبة ما مرح جرت الطول يبلغت تقريبا 16 كيلومتر وكيعرفت تساقطت تلجية مهمة سانويا اللي كتبلغت في بعض السانوات أكثر من متر إن هنا قنطلب من السائقين يتخذوا مجموعة من الإجراءات أول حاجة يدرها يرقبوا الحلال الميكانيكية للمركبة ثاني حاجة يتقنوا من الحلال ديال العجالات وكذا مستوى البنزين ويلتازموا ويلتازموا كنعودها باحترام التشوير الطرقي وخاصة الحواجز التلجية تعليمات على كل مستعمل طرح الأطلس المتوسط التقيد بها خصوصا وأن هذه المناطق تشهد حاليا توافدا مهما للزوار من عشاح الثلجي والسياحة الجبلية حتى لا تتحول متعة الصفر إلى ما هو أسوأ فالسلامة مسؤولية الجميع نتوقف اللحظة عند جديد الفقرة الاقتصادية وسهم بوخليفي مساء الخير سهم مساء الخير نادية إذن سهم البداية من أغادير التي استقطبت اليوم الأنظار باحتضانها لمؤتمر رفيع المستوى حول مبادرة الحزام الأزرق للصيد البحري بالفعل نادية كما أسلفت الدكر احتضنت مدينة أغادير المؤتمر رفيع المستوى حول مبادرة الحزام الأزرق منصة من أجل العمل على استدامة الصيد البحري وتربية الأحياء المائية بالقارة الإفريقية المتابعة لحجب التامك ومصطفى وده مؤتمر دولي ما تحتضنه مدينة أغادير حول مبادرة الحزام الأزرق حدث يهدف إلى إعطاء زخم لهذه المبادرة التي تتوخل مساهمة في تحويل الصيد البحري وتربية الأحياء المائية إلى قطاع مستدام والعمل على حماية المحيطات والأمن الغذائي مع تنويع التنمية الاقتصادية بالقارة الإفريقية من بين 54 دولة إفريقية هناك 38 دولة تتقاسم المناطق الساحلية وبالنسبة لنا فإننا نثمن مبادرة المغرب المتمثلة في الحزام الأزرق ونرحب بها هذه المبادرة التي تريد أن الصيد البحري يكون فيها تنمية المستدامة نحافظ على الشواطئ نحافظ على الإمكانيات الصيد المستدام كذلك الكوكولتور لذلك المحل بالنسبة للمناخ فهي مبادرة التي تجيب التكييف مع القضية المناخ وفي تقلب المناخ 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 أزيد من 20 دولة من بينهم 17 وزيرا يشاركون في هذا المؤتمر الدولي لتعمق النقاش حول مبادرة الحزام الأزرق والعمل على تقوية مكانتها بين مختلف الدول المشاركة المبادرة التي أطلقها المغرب ويطورها وفق أهداف قمة الكوب 22 مهمة جدا لأن أهداف التنمية المستدامة لـ 2030 تحضر بشكل واضح أنه علينا الحد من آثار التغيرات المناخية والحفاظ على المحيطات والبحار مبادرة الحزام الأزرق التي تم إطلاقها من طرف المملكة المغربية على هامش مؤتمر المناخ بمراكش تهدف إلى توحيد الدول حول قضية مشتركة وعاجلة والحصول على دعم سياسي قوي بالإضافة إلى تقوية مكانة قطاع الصيد البحري ضمن الاقتصاد الأزرق بأجدير دائما أجرى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات مباحثات مع كاتب الدولة لدى وزير صيد البحري بمملكة النرويج ونائب وزير الفلاحة الروسي تنولت سبل تعزيز التعاون والشاركة مع هذين البلدين عوجد لحيجب التامك ومصطفى وده أجرى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات مباحثات مع كاتب الدولة لدى وزير الصيد البحري بالنرويج تمحورت حول سبل التعاون بين البلدين في مجال الصيد البحري والفرص المتاحة لتحقيق استثمارات مهمة في هذا القطاع الحيوي أنا هنا في المغرب من أجل تقوية العلاقات القائمة بين المملكة المغربية والنرويج هناك المو ديمغرافي عالمهم الصمر وعلينا أن ننتج المزيد من الغذاء 70% من كوكب الأرض عبارة عن محيطات وعلينا إنتاج الغذاء من المحيطات بكل مسؤولية وشراكة وبطرق مستدامة وبميناء أجدير قام وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغبات بزيارة إلى السفنة الروسية أليكسندر غوصاريف حيث التقى بنائب وزير الفلاحة الروسي ورئيس الوكتر الفدرالي الروسية لصيد البحري وشكلت هذه الزيارة فرصة لمناقشة تجديد الاتفاق القائمة بين البلدين في مجال الصيد البحري وتطرق الجانبان إلى سبل تعزيز التعاون العلمي والتكويني في هذا القطاع في إطارة الاتفاقية الموجودة تحسين الموارد والإمكانيات التي نتقن عليها وكان واحد العمل أنهم يأخذوا واحد العدد الملاحدين والناس الذين يعملون في البواخير تقريباً 381 الخدمين الذين يكونوا معهم كان كذلك لغشاش يعطينا سفطوا بعض البواخير البحث العلمي التي تنفع المغاربة وكان إمكانيات التكوين كذلك تحدثنا عن مشاريع العمل الثنائي المقررة في 2019 وكما تعلمون فهناك تعاون استراتيجي بين بلدين خاصة في مجال الصيد البحري وهذا أمر مهم جداً بالنسبة لنا وتأتي هذه المباحثات على هامش المعرض الدولي اليوتيس في نسخته الخامسة الذي يشكل مناسبة للوقوف عند أهم الإنجازات التي تحققت في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء المائية وطنياً ودولياً بالرباط ندم لقاء حول موضوع تقلص أجال الأداء مسؤولية جماعية والذي تم خلاله تقييم النتائج التي تم تحقيقها في هذا الإطار مع تسليط الضوء على المرحلة القادمة خديجة زروال والعربين نهيري لا يمكن الحديث عن نمو اقتصادي دون أخذ بعين الاعتبار إشكالية تقلص أجال الأداء الذي يعتبر أساس تطور والسمرارية المقاولات وضعية عانت من هذه المقاولات لسنوات عديدة اليوم هناك إرادة وتعبئة شاملة لحل هذه الإشكالية عبر التزام المؤسسات والمقاولات العمومية باحترام أجال الأداء طرحنا هذا الموضوع وكان تعبئة جماعية تعبئة جماعية ديال القطاع الخاص تعبئة جماعية ديال الحكومة وديال الدولة بكل المكونات ديالها على أساس أن نوضع مصاطر واضحة وقوانين اللي كتسمح باش أجال ديال الأداء تقلص أن الالتزامات ديال الدولة تحترمها أن الالتزامات ما بين المقاولات تم احترامها تقلص أجال الأداء تيغيطي سيولة سيولة المالية للمو وغادي نقسم الاحتياجات ديالهم فيما يخص تمويل عبر الأبناء وغادي حسن من المردودية ديال هاد المقاولات وغادي شجع من الاستثمار وبالتالي للمحافظة على مناصب الشغل كما جاء في توجيهات الملكية وليعني الدفع أو تحفيز ديالهم لخلق مناصب شغل أخرى لضمان احترام أجال الأداء اتخذت عدة إجراءات وتدابير لتتبع عمل تحترام أجال الأداء وإعداد تقارير في هذا المجال أهم إجراء هو المرصد بالنسبة لتتبع أجال الأداءات وكذلك ما يتعلق بالأداء الإلكتروني بمعنى أن الفاتورة يجب أن تدفع دائما إلى الأمر بالصرف مباشرة الالتزام بزقليس أجال الأداء سيساهم بشكل كبير في تطوير الاقتصاد الوطني وتنمية المقاولات خاصة الصغرى والمتوسط المتضرر أكثر من إشكالية أجال الأداء احتضنت مدينة زاقورة الأبواب المفتوحة لوحات درعة وذلك في إطار تتمين سلسلة التمور الحدث تميز بزيارة إحدى الوحدات الخاصة بتخزين التمور من أجل تتمين المنتوج والحفاظ على جودتها ياسر العمراني ونوردين النافعي مشاريع سلسلة التمور على مستوى واحات زاقورة حققت نسبة إنجاز وصلت إلى 85% من بين أبرز هذه المنجزات تكثيف غرس شجر النخيل على مساحة 17100 هكتار إلى جانب تهيئة تسع وحدات لتتمين وتخزين التمور نحن نتوجد في إقليم جرزاقورة وخاصة في منطقة تمزموت وتنتوجد في واحدة تبريد التي يدرت في محطة المغرب الأخضر ومحطة واحدة القيمة مضافة للفلاح الصغير والمتوسط في منطقة زاقورة فهذا الوحدة تتمور مجموعة من العمليات من الاستقبال التمور إلى الفرز إلى التداوي ديالهم إلى الفرز إلى الغسل يعني تغسلهم من الشوائب دياله ومن بعد تتكون تخزين ديال التمور إلى حين تتكون طلب دياله يعني من أجل تسويق هذه المشاريع ساهمت في الرفع من الإنتاج من 45 ألف طن إلى 53 ألف طن مشاريع تنمية سلسلة التمور في واحة زاقورة كلفت غلافا ماليا وصل إلى 230 مليون درهم ما بين سنة 2010 وسنة 2017 الهدف من هذه المشاريع الرفع من مداخل المنتجين وذلك من خلال توسيع المساحات المغروسة بنخيل التمر وتقوية الإنتاج وتبلغ مساحة نخيل التمر في جهة درعة تفيلالت حوالي أربعة ملايين وخمسة وثلاثين ألف نخلة على مساحة إجمالية تقدر بحوالي 43 ألف هكتار أفد المكتب الوطني للمطارات بأن حركة النقل الجوي بالمغرب سجلت خلال شهر يناير الماضي ارتفاعا بلغ أزيد من مليون و861 ألف مسافر عبر مختلف مطارات المملكة مسجلة ارتفاعا بلغ معدله 10.2% مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية وقد تصدر مطار محمد الخامس بالدار البيضاء القائمة بأزيد من 40% من إجمال حركة النقل الجوي أما اللحظة فنتعرف على أهم المؤشرات المحققة من جانب الأسواق المالية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نهاية الاقتصاد باقي مواد الرئيسية نتابعها معك ندي المدنة شكرا لك سيهم شكرا ونواصل من الرباط حيث عقدت اليوم لجنة تتبع مشاريع الدعم لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الرشوة ولتحسين استقبال المرتفقين بالمرافق العمومية اجتماعا خصصا لبحث تقدم أشغال هذين البرنامجين ساعد ريمة وفؤاد الحرش هو اجتماع لتتبع وتقييم المشاريع التي تشتغل عليها الإدارة العمومية في كل ما يرتبط ببرامج التحديث من طرف لجنة القيادة المكلفة بالإشراف على برنامج دعم تفعيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وتحسين الاستقبال هذا البرنامج انطلق من ارصاء منظومة لتوحيد معايل الاستقبال وتجويدها في المكاتب الأمامية وفي جميع فضاءات الاستقبال المواطنين المغاربة خلال الاجتماع تم عرض شارط وثائقي حول تحسين ظروف الاستقبال بمواصفات دولية كتجربة فريدة بتعاون مع وزارة الداخلية حيث أصبحت فضاءات الاستقبال موقعا مفتوحا للمرتفقين اللقاء يخص برنامج حسن الاستقبال في الإدارة العمومية وتفعيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد هذا الاجتماع هو مناسبة لمناقشة التقدم الحاصل بخصوص تنفيذ البرامج التي تمت سعب أدوى لإنجاح الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة ذات الاجتماع خصص لعرض بعض تجرب العملية الناجحة بفضاءات الاستقبال بالقنصليات المغربية في عدد من دول العالم في الخبر الدولي وعلى بعد ثلاثة أيام من نهاية الحملة الانتخابية وخمسة أيام على الاقتراع الرئاسي ليوم الأحد المقبل بالسنغال يتنافس المرشحون في تقديم الوعود وإقناع الناخبين وبدت المنافسة محتدة بين المرشحين الخمسة عبدوها بكعالتي دخلت حملة الانتخابات الرئاسية في سنغال أيامها الأخيرة حيث يواصل المرشحون المتنافسون على كرسي الرئاسة آخر جولاتهم لإقناع الناخبين ببرامجهم الانتخابية ويتنافس في هذه الرئاسيات خمسة مرشحين هم الرئيس الحالي المنتهي ولايته ماكي سال تحالف بينو بوك ياكار والوزير الأول الأسبق إدريسا سيك تحالف رومي المعارض وأثمان سونكو تحالف باستيف والنائب عيسى سال حزب الوحدة والتجمع ووزير الخارج الأسبق مادي كينيانج المنشق عن الحزب الديمقراطي السنغالي وقد أكد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لغرب إفريقيا والساحل محمد بن شنباس قدرة السنغال على تنظيم انتخابات ديمقراطية وذات مصداقية وستفتح مكاتب الاقتراع الأحد القادم ابتداء من الثامن صباحا وحتى السادس مساء أمام ستة ملايين ونصف المليون ناخب وإذا لم يحصل أي مرشحين على الأغلبية في الجولة الأولى فإن المرشحين اللدين سيتصدران نتائج هذه الجولة سيتقابلان في جولة الإعادة في الرابع والعشرين من مارس المقبل بالقاهرة دعت جامعة الدول العربية اليوم إلى وضع خطة تحرك لمواجهة الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في الأراضي العربية المحتلة مشددة على أهمية إعداد تصور للموقف العربي تجاه قضايا حقوق الإنسان وأوضاع الأسرى والمعتقدين في السجون الإسرائيلية وجثامين شهداء المحتجزين لدى سلطات الاحتلال وحقوق الطفل الفلسطيني تحت الاحتلال قتل ستة عشر إرهابيا في اشتباكات مع الشرطة المصرية في مدينة العريش بشمال سيناء حيث كان قد قتل وأصيب خمسة عشر عسفريا مصريا السبت الماضي في هجوم تبناه تنظيم داعش أكد المبعوث الأممي إلى اليمن مارتين جريفث اليوم أن طرفي الحرب في اليمن الحكومة والحوثيون اتفق مبدئيا على إعادة الانتشار بالحديدة غرب البلاد وأضاف المبعوث الأممي خلال إحاطة بمجلس الأمن أن مستوى العنف انخفض في الحديدة بفضل تنفيذ اتفاقي السويد تعيش فينزويلا أسبوعا حاسما بعدما أكد زعيم المعارض أخوان جويدو أن المساعدات الإنسانية الأمريكية ستدخل البلاد بأي ثمن رغم رفض الرئيس نيكولاس مادرو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجه زحذيرا شديدا لهجة للقادة العسكريين الفينزويليين في حال رفضهم دعم المعارض جويدو إبراهيم مرزوقي مع اقتراب موعد الثالث والعشرين من هذا الشهر والذي حدده زعيم المعارضة البنزويلي أخوان جويدو لإدخال المساعدات الأمريكية من الحدود الكولومبية مهما كانت تمن زادت الإدارة الأمريكية من ضغوطاتها على نظام الرئيس البنزويلي نيكولاس مادرو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأمام حشد من أنصاره في مايامي خير الجيش البنزويلي بين دعم زعيم المعارضة أخوان جويدو أو خسارة كل شيء كما حدره من الاستمرار في الوقوف خلف نظام مادرو وكان جويدو قد أعلن نفسه الشهر الماضي رئيساً انتقالياً لفينزويلا واعترفت به حوالي خمسين دولة جويدو دعا الجيش إلى السماع بإدخال المساعدات الأمريكية لكن هذا الأخير لا زال يرفض حتى الآن وقام بإغلاق الحدود مع كولومبيا وتشهد فينزويلا أزمة اقتصادية عزها الرئيس الفينزويلي إلى ما أسمعه بالعقوبات الاقتصادية الأمريكية كما أعلن أن روسيا سترسل الأسبوع القادم حوالي 300 طن من المساعدات الإنسانية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين استئناف المفاوضات التجارية بهدف توصول إلى اتفاق يوقف حرب الرسوم الجمركية الدائرة بين البلدين وتتحدث الألباء عن تمديد المهلة المحددة لبكين والتي تنتهي بداية شهر مارس المقبل قبل فرض رسوم جمركية كبيرة على الواردات الصينية في الميدان الرياضي قرر المكتب المسير لفريق الكوكب الرياضي المراكوشي لكرة القدم التخلي عن خدمات المدرب عزيز العامري بسبب النتائج غير المرضية التي سجلها الفريق خلال الدورات الأخيرة في البطولة الاحترافية سعيد أنيس الكوكب المراكوشي ينفصل عن مدربه عزيز العامري الذي لم يعمر طويلا قرار الانفصال جاء بعد عجز العامري عن تحقيق نتائج مرضية لفريق عاصمة النخيل وإعادته إلى سكة الانتصارات الكوكب المراكوشي يحتل الصف الأخير ب16 نقطة من أصل 18 مقابلة 60 يوما هي الفترة التي قضاها عزيز العامري على رأس الكوكب ما يتوليها المهمة بعد إقالة جمال فوزي ولم يتمكن من تحقيق سوى فوز واحد وثلاث هزائم حصيلة وضعت هذا المدرب في مقصرة الإقالة حيث لم يقوى على تحسين وضعية الفريق وتجاوز الوضع الصعب التي يمر منها الفريق كانت آخرها تلك التي حصها الكوكب المراكوشي أمام مهودة وجدة المكتب المسير استعانى بخدمات أحد أبناء الفريق عزدين بن نيس وضع الثقة فيه من أجل ضغط دماء جديدة وإذكاء حماس اللاعبين من أجل تجاوز هذه الوضعية عزيز العامري ينضاف إذن إلى لائحة المدربين المغادرين للدوري قبل نهايته بعد هذه النشرة تلتقون مع حلقة جديدة من البرنامج المباشر قضايا وآراء موضوع حلقة هذا المساء استراتيجية المغرب للحد من حرب الطرق بمناسبة اليوم الوطني للسلامة الطرقية البرنامج من إعداد وتقديم عبد الرحمن العدوي وإخراج سلف سريعي آخر صور هذه النشرة نقترحها عليكم من إقليم إفران الذي شهد مؤخرا تساقطات ثلجية هاما الصور التقطتها كاميرا أحمد الفاضيلي من منطقتين هبري ومدمام ونترككم مع هذه الصور الغنية عن أي تعليق ترجمة نانسي قنقر نذكر في الختم بالعنوين وزير الداخلية الليبي يعرب من الرباط عن امتنان الشعب الليبي لجلالة الملك على الدعم الموصول الذي تقدمه المملكة من أجل تحقيق وتعزيز الاستقرار في ليبيا مبديا تطلع بلاده للاستفادة من الخبرة المغربية في مختلف المجالات المستشفى الميدان العسكر الطب الجراحي بيواوي زغت في إقليم أزلال يواصل تقديم حدماته المتعددة لساكنا متضررة من قساوة الطقس موسيقى مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط تشغل تساقط الثلجية فاقة الأربعين سنتمترا في بعض المناطق والأرصاد الجوية الوطنية تتوقع استمرار الطقس البارد موسيقى المؤتمر رفيع المستوى لمبادرة الحزام الأزرق حول الصيد البحري يبحث بأجدير قضايا التنمية المستدامة والحفاظ على الثروة السمكية أشكركم على المتابعة في الغداء إن شاء الله موسيقى 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 شكرا